كما تفاقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير حدائق الفستاط موجها بالإسراع في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت بما يتصق مع رؤية الدولة لتطوير الوجه الحضاري بالقهرة كما تبع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لعمل الكشف والترميم عن الحفائر بمدينة الفستاط الأثرية ونسب التنفيذ المحققة لمختلف مراحله والذي يمثل استكمالا لجهود إبراز كنوز الحضارة المصرية بمختلف عصورها